توجيه الذكاء الاصطناعي هو تخصص الناشئ يركز على عملية توجيه الذكاء الاصطناعي التولدي مثل Chad GPT لإنتاج المخرجات المطلوبة. يجب على مهندسي توجيه اختيار التنسيقات والعبارات والكلمات والرموز الأكثر ملاءمة لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو تفاعلات أكثر معناً مع المستخدمين. نعتقد أن توجيه الذكاء الاصطناعي سيصبح مهرات مهمة في المستقبل. يمكن للناس أن يتعلموا طريقة الصحيحة لتعادث مع الذكاء الاصطناعي. كلما تعلم الناس لمزيد من أسليب التوجيه كانت النتائج التي يحصلون عليها أفضل. تلقت هذه البطولة آلاف الأعمال من مئة دولة ومنطقة حول العالم. دخل ثلاثون متسابقاً من ثلاث عشرة دولة المرحلة النهائية حيث يتنافسون على مدار يومين. أوضح منظمون مسابقة أن مجال الذكاء الاصطناعي لديه أفاق لا حدود لها. وأنهم يأملون بأن تفتح هذه الفعالية أبواباً لمزيد من التعاون في المستقبل وتساهم في خلق فرص جديدة وتعزيز النمو وتسريع التحول الرقمي. زار فريقنا الصين والسبوع الماضي وزورنا خمس مدن هناك. لم نتعرف فقط على السوق الصينية بل تعرفنا على احتجار شركات الصينية التي تربوا في توصيل الطولية. بذلك يمكننا الدعم هذه الشركات في نموها العالمي واعتبار أفكارها وإبداعاتها في السوق الطولية.